نور رح فاخد صورة كتشيحة 15 سنة تقدر يلا أعمل إسلام صادق الله يسامحك يلا أول صورة إبراهيم واثمان مهانس إبراهيم واثمان الله يكون فعونه والله عليه ضغط كبير جد تمام تاني صورة حسني عبد الرب وانتقاده للمجلس الحالي برد والله حسني عده حق لأنه هو زعلان على النادي الإسماعيلي وكلنا زعلانين بس أنا يعني بعيب على حسني أنه هو يعني غير كلامه جرد ما هو مشي من النادي يعني ما كانش رأي حسني هو موجود وشغال مع مجلس الحالي لو ترشح للرئاسة النادي تتديله صوتك؟ لا هو لا يجوز لي الترشح هو لسه سنه مش 45 ورئاسة النادي مؤهل عالي ما عرفش هو عنده مؤهل عالي ولا بعد 45 لا ما عندهش خبرات أنه ندينه الرئيس النادي طيب طيب سورة بعدها جابت أن أحمد مجاهد بباركله على رئاسة تحاد الكرة وعمل شغل كويس وداخل بشكل جديد وبيلم لما كويسة مع كل الناس يعني إن شاء الله ربنا وفاه وعمل كم قرار في توقيت قليل تدخل انتخاباتها وبالمناسبة بشكر اللجنة اللي كانت موجودة عملوا عليهم وقدوا أداء جيد جدا في حدود إمكانياتهم المتاخذة أنا داخل انتخابات إن شاء الله بس هو في انتخابات أيه خلاص بقى الحكومة سمحت الحكومة سمحت إمتى ده المتحدث الرسمي طلع بيان رسمي وقال لك لا استثناء لاتحاد الكور أيوة لا أقال إنه هيبقى فيه استثناء لانتخابات اتحاد الكور تاني يوم ده قبر ديزل تاني يوم المتحدث الرسمي الدكتور نادر طلع قال لا استثناء لاتحاد الكور وكده هم بيحطوا مصر في مشكلة كبيرة جدا إن فيفا ممكن تعاقب مصر دوليا بعدم الاشتراك في البطولات يعني النادر أهل مهدد بعدم لعب كاس العلم للأمدان حال عدم إقابة الانتخابات في موعدها طيب الصورة بعدها كابتن هانا بوريدا فخر مصر يعني زي ما صالح فخر مصر في الكورة الموانس هني فخر مصر في العرب في العرب ودوليا والوحيد اللي دايما في الجرين إيريا في كل مشاكل الفساد على مستوى العالم وأتمنى إن شاء الله إنه هو يحقق ما يتمنى في الفترة القادمة تمام وليد سليمان واحد من أحسن اللعيبة سلوكيا وفنيا اللي جوه في تاريخ مصر يعني وتمنى إنه هو يكمل شوية كمان هو قادر يعني طيب اللعيبة الجديد للنادي الأهلي بدر بنون رأيك فيه عادي عادي ومش هينجح يعني ممكن اللعيبة اللي في النادي لعله عشان تيلة تشيله تمام لكن اتعاملت عليه ضجة يعني مش أنا شايف إنه كان ممكن يبقى قسامة جلالة حسن من أوقع تمام عبدالله السعيد أحسن لعيب كرة جابته مصر في آخر عشر سنين تمام طاهر محمد طاهر يعني ولد مختلف تحس إنه مختلف كده علميا وسلوكيا ومهزب ولعيب كرة مختلف يعني بس لازم يفهم النادي الأهلي نادي كبير ومش هينجح بسهولة فيه زي صلاح محسن لازم يتعب عشان يكون موجود في النادي الأهلي تمام تعرف خطة النادي الأهلي يا فاروق أنت جربتها الدخلة صحب عشان متربين من أول أنت خطاها من زمان فأنت عارف صلاح محسن وطاهر ومشكلتهم أنت بجابه بأرقام كبيرة فالخضة الجمهور بيبقى متعشم فيك بشكل كبير جدا طيب شيحة يعني معنا ميستر ريكاردو دي آخر صورة أوكي أنا أتكلم عنه يعني ربنا يوفقه في القادم وهو شخص يعني محترم وصديقي وكنت أتمنى أن يحقل نتاج جيدة مع النادي الإسماعيلي وربنا يوفقه في ما هو قادم إن شاء الله طيب أنا بس قبل ما هاني